والذي عقر الناقة هو واحد فلكن الله سبحانه وتعالى عقب الجميع لماذا؟ رغم أن الذي عقر الناقة هو واحد لأن الجميع اشتركوا وتعاونوا واتفقوا على عقر هذه الناقة والذي عقرها أي الذي زبحها هو واحد باتفاق هؤلاء فجميع هؤلاء اتفقوا في الشر فكان عقابهم واحدا هكذا الاتفاق على الشر من الجميع وإن نفذ واحد فإن العقوبة تقع على الجميع والاسم يلحق بالجميع فهذا عقر الناقة فالله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الصيحة فأهمد كل من كان تحت أديم السماء أي منهم من هؤلاء من قوم من قوم صالح إلا رجلا كان في الحرم إذا قوم صالح بأكملهم أبادهم الله سبحانه وتعالى وأهلكهم بصيحة واحدة إلا رجلا كان في الحرم قالوا من هو يا رسول الله؟ قال أبو رغال اسم أبو رغال كان في الحرم يعني في مكة فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب ما أصاب قومه